نبدأ بقى ونهني نفسنا لان لما بيبقى في حدث حلو يا كريم بننبسط لبقى عايزين ان احنا نهني انفسنا وكمان ان احنا نتكلم عن اللي جاي لان النجاح في حد داته طبعا تكون خطوة هامة جدا لكن الحفاظ عليه ومش فكرة بس ان انا بنجح وبتأهل انا عايز اكمل وعايز ابني على ده فاللي جاي لسه اعتقد حيكون اصعب بالنسبة يعني المنتخب الأولمبيا الخاص بينا فكل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله احنا بنسعد جدا لما الفريق اللي احنا بنحبه اللي احنا منتمين دي بيفوز في اي بطولة او بيحقق انتصار او خطوة للامام في اي بطولة ما بالحضراتكم بقى لما يكون الكلام عن منتخب قومي منتخب الأولمبيا المصري طبعا الفرحة بتزيد مبارح بالمناسبة جملة او عبارة والله وعملوها الرجالة اترددت كتير جدا طبعا بعد الفوز الغالي الحقيقة اللي حققه المنتخب الأولمبيا على غينيا بهدف دون رد طبعا بكده نكون احنا تأهلنا رسميا لأولمبياة باريس عشرين اربعة وعشرين وكمان هنروح ان شاء الله نهائي كأس الامم الافريقية تحت سنة 23 سنة المقام في المغرب سجل هدف الفوز محمد شبانا وكان الهدف الوحيد في المباراة وده حصل في دقيقة تمانية يعني نقدر نقول ان ده كان هدف الحسم المبكر بكده هنشارك في أولمبياة باريس عشرين اربعة وعشرين للمرة التلاتاشر في تاريخ الدورات الأولمبية وللمرة التانية على التوالي مصر هي سابع منتخب بيحسم تأهله إلى أولمبياة باريس من أصل 16 فريق والأول مرة منذ نسختين عام 1960 و1964 بيتأهل منتخب مصر إلى الأولمبياة مرتين على التوالي والمراضي ان شاء الله هنقابل المغرب في النهائي بعد فوزه على مالي امبارح فان شاء الله بنتمنى كل التوفيق هنرجع نقول تاني طبعا مبروك لمنتخبنا أداء كان جيد جدا من اللعيبة طوال الفترة اللي فاتت ولو ان في بعض المتشاط أو ببعض الشوت الأول تحديدا كان بيبقى فيه أداء غير مردي شوية بنعود دايما في الشوت التاني معرفش ليه بس على كل حال مهم ان احنا نحقق النتيجة المرجوة وقد كان حنسميها حاليا كتيبة يعني ميكالي زي ما الناس كلها دلاتي على السوشيل ميديا أطلقت على المنتخب الأولمبي وخلينا نتكلم ان انت ما استقبلتش أي أهداف في تم المباريات رسمية وده اعتقد إنجاز كبير لو احنا تكلمنا بلغة الأرقام أو بالفنيات شوية يعني زي ما انت قلت فعلا عملوا أداء رائع جدا تأهلوا لأولمبياد باريس بس اللي جاي أصعب واللي جاي أهم واللي جاي محتاج تركيز أضعاف أضعاف الفترة كمان اللي فاتت